فيديو جديد طل فيه رامي مخلوف ابن خالد بشار أسد هالمرة الفيديو كان كله مع ورائيات وشغلات مو مفهومة كلام شي بالدين وشي لغاس بس الأهم من هيك رامي عطى تحزورتين للناس خلونا نشوف الحزورة الأولى مع بعض شفتوني محافز على صورة معينة يلي هو جلوسي على الأرض ووراي الحطباط بعتقد هلأ عرفته ليش أنا محافز على المشهد بإني على الأرض ووراي الحطباط ويلي عرف بتمنى يحط لي تعليقه هاي الحزورة الأولى أما التانية فكان حديث رامي مخلوف عن رؤية مكونة من أربع نقاط رامي صرت كل نقطة شي بآية وشي بحديث وشي بحكمة وأقوال مأثورة وأكد أنه عمر الأزمة بحسب تعبيره هو عشر سنين بالضبط خلونا نشوف فيه سبحان الله فيه شي ما نعادي والمدة والشي الغير ذلك يلي أنا ما بدي أبحر فيه وإحكي لأنه ما فيني أحكي غير هال الكم أمر اللي حكيته بس تضيف شغلة صغيرة أنه الأمر سيكون معجزة بعجازه بأنه رح يوافق كل السوريين عليه كيف وشو الأسلوب وكيف الأمور هذا بحتفظ فيه لحالي طيب رامي يسلموا بس فعلا شو استفادت الناس من هالفيديو على العموم تعليقات سوريين على الفيديو كانت بإطار هالتحزورتين ماريا علقت وقالت السبب بوجود الحطب خلفك بزن رسالة للشعب السوري أنه شواء اللحم والفراريج أفضل من الألي والسلق أما مصطفى عم يقول أنت ما عندك غير هالمكان ورا الحطب تطلع بتحكي فيه تعليق من أبو سمير بيقول قال بشرة سارة قال الله يخلصنا من هيك عصابة أما يوسف فكان عم يقول كلامك صحيح رح يكون في حل وإن شاء الله أنت وبيت الأسد ما لكم وجود بسوريا مشاهدين برأيكم هي حزورة للناس ولتحزير لجماعة أسماء